محادثات في المغرب واخرى في سويسرا بين الاطراف الليبية المتنازعة تبحث عن حل سياسي للازمة الليبية وتحاول اقصاء شبح الحرب والاقتتال الذي تشهده ليبيا منذ عام 2011 مجلس النواب الليبي رحب بمخرجات اجتماع الاطراف الليبية في سويسرا والذي جاء فيه الاتفاق على مبدأ توزيع المناصب السيادية على اقاليم ليبيا الثلاثة ونقل مقار الحكومة الرئيسية من طرابلس الى سيرت مؤكدا على احقية اقاليم البلاد في اختيار ممثل في المجلس الرئاسي الجديد المكون من رئيس ونائبين يأتي هذا بينما وقع وفد مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة على الحوار الليبي في المغرب على مسودة نهائية للاتفاق الذي تم التواصل اليه والذي ينص على تثبيت وقف اطلاق النار وفتح مفاوضات مباشرة لحل الخلافات مفاوضات الاسبوع الماضي في المغرب انتهت باختيار طرابلس كمقر لديوان المحاسبة وبنغازي كمقر لهيئة الرقابة الادارية وسبها كمقر لهيئة مكافحة الفساد ومن جانبها اعلنت الامم المتحدة انها ترى ضرورة ايفاد مبعوث خاص للامين العام الى ليبيا مع التركيز على المساعي والوساطات لانهاء النزاع على ان يكون المبعوث الجديد مسؤولا عن العمليات اليومية ويدير طاقما من مئتي موظف